السلام عليكم ورحمة الله أسواق شعبية من العالم عبق سيسحرك الجزء الثالث للصف الثامن في هذا الجزء سنقوم بقراءة بعض الأفكار ونكتب تفصيلا يدعمها كما وضحها النص الفكرة الأولى يمتاز السوق الكبير بعراقته سنجد الأفكار التي تدعم هذا القول حيث جمع الماضي بالحاضر بقالب تراثي يدلل على براعة الشخصية الإماراتية تظهر جليا بالأخشاب المزخرفة التي تغطي معظم السوق يعد سوق باب القطانين من أتقن الأسواق بناء أين نجد ذلك؟ نجد أنه بني بعناية فائقة ويعد تحفة معمارية نادرة تميزها الكثير من الوحدات الزخرفية المثلثة فكرة ينفرد سوق المباركية في الكويت بجمال عمارته حيث تصطف الأسواق والدكاكين بأشكال هندسية جميلة وتغطى أسقف المحلات بالخشب والجندل عليك عزيزي الطالب أن تكتب فقرة من إنشائك تقارن فيها بين سوقي الحرصة واللؤلؤ مستخدما أدوات المقارنة والمقابلة ما هي أدوات المقارنة والمقابلة؟ لكن لكن بل بيد أن إلا أن غير أن على الرغم من ستقوم بكتابة هذه الفقرة مستخدما هذه الأدوات وأنا الآن كتبت فقرة عليك أن تحذو حذوها على الرغم من أن سوقي العرصة واللؤلؤ من الأسواق الشعبية إلا أن كل سوق له طابع خاص بل ميزة تميزه عن غيره فسوق العرصة يعود بنائه لأكثر من مئة وخمسين عاما لكن سوق اللؤلؤ في بكين بني حديثا عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين غير أن هناك تشابه في السوقين من حيث ارتباطهما بتجارة اللؤلؤ الطبيعي والمشغولات اليدوية لاحظ عزيز الطالب أننا استخدمنا هذه الأدوات في صياغة هذه الفقرة عليك أنت الآن أن تكتب فقرة من إنشائك أنت تستخدم فيها هذه الأدوات في المقارنة والمقابلة شكرا لك والاستماعيك